بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه يسعدني طلابي وطالباتي استكمال شروحات مادة الرياضيات للصف الثالث متوسط للفصل الدراسي الأول سنستكمل اليوم درس الحصة السابقة عن معدل التغير والميل قبل ذلك لنسترجع ما قمنا بدراسة عن طريق حل تمارين الواجب من فقرة تدرب أوجد معدل التغير لكل من الدالتين الممثلتين بالجدول لدينا سؤال عشرة إذن سنبحث معدل التغير في الصادات ومعدل التغير في السينات ولا بد أن يكون ثابتا حتى تعتبر خطية من 5 إلى 10 أضفنا 5 بالنسبة للسينات من 10 إلى 15 أضفنا أيضا 5 من 15 إلى 20 أضفنا 5 إذن معدل التغير في السينات نلاحظ بأنه ثابت لنبحث الصادات من 2 إلى 3 أضفنا 1 ومن 3 إلى 4 أضفنا 1 ومن 4 إلى 5 أيضا أضفنا 1 إذن نلاحظ بأن معدل التغير يساوي التغير في الصادات على التغير في السينات أو التغير بقيم الصاد يصبح يساوي 1 على 5 إذن بما أنه ثابت إذن نعم تمثل دالة خطية إذن نبحث التغير في كل من السينات والصادات بالنسبة للسؤال 13 سنبحث معدل تغير السين من سالب 7 إلى سالب 5 حتى نعرف الإشارة المحددة نتخيل الأعداد على خط الأعداد من سالب 7 حينما نتوجه إلى سالب 5 سنتجه باتجاه الأعداد الموجب أي وحدتين بالإشارة الموجب إذن موجب 2 من سالب 5 حتى نتوجه إلى سالب 3 لدينا موجب 2 أيضا من سالب 3 إلى سالب 1 موجب 2 لكن من سالب 1 إلى 0 1 ماذا نلاحظ؟ هنا بما أن معدل التغير بدأ بعدم الثبات أو بدأ تتغير قيمته إذن لا نستكمل السؤال مباشرة نقول بما أن معدل التغير غير ثابت إذن لا تمثل لنا دالة خطية إذن الدالة هنا غير خطية هذا بالنسبة لمعدل التغير الثابت والغير ثابت اليوم سنجد الميل ماذا نقصد نحن بكلمة الميل؟ معدل التغير الذي أوجدناه سابقا كما كنا نلاحظ من خلال الرسم البياني كان يمثل لنا ميل هذا المستقيم إذا كانت دالة خطية إذن ميله في كل نقطة أما إذا كانت دالة غير خطية فإن ميله بين كل نقطة والأخرى يكون مختلف إذن الميل هو عبارة عن معدل التغير الذي أوجدناه سابقا إذن الميل يساوي بما أننا نتحدث عن رسم إذن الميل يساوي التغير الرأسي لأن محور الصادات رأسي إذن التغير الرأسي على التغير الأفقي الصادات هي الرأسي والسينات هي الأفقي لذلك الميل يساوي التغير الرأسي على التغير الأفقي نقصد مثل هذه النقاط نلاحظ بأنه النقطة الأولى لدينا سالب واحد وثلاثة والنقطة الثانية اثنان وسالب اثنان نريد إيجاد ميل هذا المستقيم نلاحظ بأن الميل يساوي التغير الرأسي سنبحث الصادات ثلاثة ناقص سالب اثنان أو سالب اثنان ناقص ثلاثة الإجابتين صحيحة لكن بشرط النقطة التي نبدأ منها الصاد هي نفس النقطة التي نبدأ منها السين أي هنا بدأ التغير الرأسي بسالب اثنان بدأ بسالب اثنان من يرافقها من السينات اثنان إذن بدأ هنا بالتغير الأفقي باثنان إذن النقطة التي نبتدئ منها الصاد هي نفسها نبتدئ منها السين إذن اثنان ناقص اثنان يصبح الناتج سالب خمسة على سالب ثلاثة إذن فرق الصادات على فرق السينات ويساوي سالب اثنان ناقص ثلاثة على لاحظ معي هذا هو الزوج المرتب الأول وهذا هو الزوج المرتب الثاني الإشارة السالبة هذه تعني عملية الطرح أو الفرق نخذ الإشارة إذن الزوج المرتب الأول إثنان وسالب إثنان والزوج المرتب الثاني عبارة عن ثلاثة وسالب واحد وثلاثة أصبح الناتج يساوي سالب خمسة على ثلاثة إذن أوجدنا الميل التغير الرأسي على التغير الأفقي نكتب في مطويتنا ماذا نقصد بكلمة الميل الميل هو عبارة عن نسبة التغير الرأسي إلى التغير الأفقي يمكن إيجاد الميل مثلا لدينا نقطة سين واحد وصاد واحد وسين اثنين وصاد اثنين إذن الميل لها يساوي فرق الصادات على فرق السينات ونراعي الترتيب هنا صاد من النقطة الأولى بدأنا بها إذن سين من النقطة الأولى بدأنا بها وهنا من النقطة الثانية بحيث تكون بنفس الترتيب إذن صاد اثنين وصاد سين اثنين هذه من النقطة الثانية ابتدأنا بها عملية الطرح إذن صاد واحد وسين واحد أكملنا بها عملية الطرح إذن نراعي الترتيب حتى نحصل على قيمة صحيحة لدينا هذا المثال لإيجاد الميل كما لاحظنا من تماريننا السابقة يوجد لدينا ميل موجب ويوجد لدينا ميل سالب أوجد ميل المستقيم المار بالنقطتين تطبيق مباشر على القانون نقوم بكتابة القانون هذه النقطة الأولى والنقطة الثانية نقوم بكتابة القانون صاد اثنين ناقص صاد واحد فرق الصادات على فرق السينات ويساوي بدأنا لنلاحظ بدأنا بالنقطة صاد خمسة إذن سنبدأ بسين واحد فعلا بدأنا بسين واحد إذن خمسة ناقص الصفر على واحد ناقص سالب اثنان ننتبه للإشارات سالب في سالب يعطينا موجب هنا سالب واحد ضرب سالب إذن الإشارة موجب أصبحت واحد زائد اثنان فنحصل على خمسة على ثلاثة إذن ميل هذا المستقيم يساوي موجب خمسة على ثلاثة نستكمل حل الأمثلة أوجد ميل المستقيم المار بالنقطتين سالب ثلاثة وأربعة واثنين وسالب ثلاثة نتطبق تطبيق مباشر على القانون إذن نستطيع إيجادها بدون الحاجة إلى الرسم لكن نريد التوضيح فقط فرق الصادات على فرق السينات الصادات هنا لدينا نلاحظ بدأنا بسالب ثلاثة إذن هذه النقطة التي بدأنا فيها سين وصاد سالب ثلاثة واثنان إذن سالب ثلاثة ناقص أربعة فرق الصادات وفرق السينات اثنان ناقص سالب ثلاثة قلنا سالب ضرب سالب الإشارة موجبة إذن يصبح الناتج سالب سبعة على خمسة إذن الميل هنا سالب سبعة على خمسة وانتبه للإشارات إذن قد يكون سالب وقد يكون موجب لدينا هذه النقطة نريد إيجاد الميل لها القانون بشكل مباشر فرق الصادات على فرق السينات نختار بدأنا بهذه النقطة سالب واحد واثنان إذن هنا فرق الصادات سالب واحد ناقص سالب واحد واثنان ناقص سالب ثلاثة هنا سالب في سالب إشارة موجبة وهنا أيضا إشارة موجبة حاصل الضرب سالب واحد زائد واحد صفر واثنان زائد الثلاثة تساوي صفر نلاحظ أن الميل هنا يساوي صفر إذن من خلال الأمثلة قمنا بحلها يوجد لدينا ميل سالب ميل موجب ويوجد لدي ميل صفر نلاحظ بأن ميل الصفر يوازي لمحور السينات إذن إذا كان الميل يساوي صفر فإنه موازي لمحور السينات نرى هذه الأسئلة من أسئلة التحقق نريد إيجاد الميل بهذه الحالة نضع القانون ونبدأ التعويض معدل التغير يساوي التغير في صاد على التغير في سين قيم صاد هنا لدينا سالب 2 سالب 2 ناقص سالب 2 إذن بدأنا بهذه النقطة قيم الصادات سالب 2 ناقص 2 وقيم السين صفر ناقص سالب 4 سالب ضرب سالب إشارة موجبة إذن نحصل على سالب 2 زائد 2 تساوي صفر على 4 أي أن المستقيم هنا موازي للسينات نرى المعادلة الثانية التغير في صاد على التغير في سين بدأنا بهذه النقطة زوج المرتب 4 ناقص 2 وسالب 6 ناقص سالب 2 سالب في سالب إشارة موجبة نبحث الناتج إذن 4 ناقص 2 يساوي 2 على سالب 4 الإشارة سالبة إذن الميل هنا لدينا سالب إذن قد تكون الإشارة موجبة أو سالبة أو صفر أوجد ميل هذا المستقيم وسجل ملاحظاتك عزيزي وعزيزتي الطالبة بالنسبة لطريقة الرسم وإشارة الميل هنا معدل التغير يساوي التغير في صاد على التغير في سين سين 1 ناقص الثلاثة هنا صاد 1 ناقص الثلاثة وهنا سين سالب 2 ناقص سالب 4 دائما سالب ضرب سالب إشارة موجبة إذن نحصل على سالب 2 على 2 أي أن الميل هنا يساوي سالب 1 الميل عبارة عن قيمة سالبة سنبحث الآن الميل غير المعرف ماذا نقصد بالميل الغير معرف تعرفنا على الميل الموجب والسالب والميل يساوي صفر الميل الغير معرف ماذا نقصد به أوجد ميل المستقيم المار بالنقطتين سالب 2 و4 وسالب 2 وسالب 3 نضع القانون فرق الصادات على فرق السينات التغير الرأسي على التغير الأفقي إذن لدي هذه النقطة نرسم المستقيم كما هو موجود من خلال النقاط نبدأ باختيار فرق الصادات 4 وسالب 3 أي نقطة بدأنا بها سالب 3 إذن الآن فرق السينات سالب 2 ناقص سالب 2 تصبح سالب 7 على 0 طبعا نعلم بأن القسمة على صفر عملية غير معرفة إذن بهذه الحالة إذا كان فرق السينات يساوي صفر أي أن السين ثابتة أي أن المستقيم موازي لمحور الصادات بهذه الحالة يكون الميل غير معرف إذن نحن أمام أربع حالات للميل هنا أصبح موازي للصادات نأخذ مثال آخر على الميل غير المعرف نستطيع أن نوجد قيمة الميل غير المعرف من خلال الأزواج المرتبة مباشرة هنا السين ثابتة سين ثابتة وهنا أيضا السين ثابتة نستطيع قبل أن نرسم أن نثبت بما أنه موازي للصادات إذن الميل هنا غير معرف نوجد ذلك أو نثبت ذلك عن طريق القانون فرق الصادات على فرق السينات أو التغير في صاد على التغير في سين سبعة ناقص ثلاثة على ستة ناقص ستة وتساوي صفر إذن هو غير معرف نحاول رسمه بنفس الطريقة هنا ستة وثلاثة وستة وسبعة فعلا موازي لمحور الصادات إذن الميل هنا غير معرف وهنا أيضا التغير في صاد على التغير في سين سالب واحد ناقص اثنان على سالب ثلاثة ناقص سالب ثلاثة إشارة سالب في سالب إذن هي موجبة فنحصل على سالب ثلاثة على صفر كمية غير معرفة نقوم برسمها فعلا النقطة الأولى والنقطة الثانية نصل بينهما فعلا المستقيم موازي لمحور الصادات إذن الميل هنا غير معرف أوجد ميل من فقرة تأكد أوجد ميل المستقيم المار بكل نقطتين من النقاط التالية سالب ثلاثة سبعة وسالب ثلاثة وأربعة من قراءتي للنقاط موازي لمحور الصادات نثبت ذلك معدل التغير في صاد على التغير في سين سبعة ناقص أربعة نبدأ دائما بالصادات سبعة ناقص أربعة وسالب ثلاثة ناقص سالب ثلاثة سالب في سالب إشارة موجبة إذن سبعة ناقص أربعة ثلاثة على صفر بما أنها صفر إذن القيمة هنا غير معرفة وبالتالي المستقيم إذا أردنا تمثيله نرى بأنه موازي لمحور الصادات إذن نحاول تلخيص أنواع الميل التي تعرفنا عليها في هذه الحصة تعرفنا على الميل الموجب بحيث تكون النقطة إلى أعلى وتعرفنا على الميل السالب بحيث يكون الرسم إلى أسفل رسم المستقيم تعرفنا أيضا على الميل يساوي صفر بحيث أن المستقيم يكون موازي لمحور الصنات والميل غير معرف يكون المستقيم موازي لمحور الصادات قد يكون هناك لبس بسيط بالنسبة لتحديد اتجاه هذا الرسم متى نعتبره إلى أعلى ومتى نعتبره إلى أسفل قد يرى البعض بأن هذا المستقيم يتجه إلى الأسفل حينما يعتبر هذه نقطة النهاية وقد يرى البعض بأن هذا المستقيم يتجه إلى الأعلى وهو ميل سالب إذن حتى نبسيط أو نسهل على أنفسنا طريقة معرفة اتجاه الميل سنضع اختبار اليد اليمنى اللهم اجعلنا دائما من أصحاب اليمين حاول أن تمسك المستقيم بكلتا يديك اليمين واليسار إذا كانت اليد اليمنى إلى الأعلى إذن الميل موجب هنا نحاول أن نمسك المستقيم بكلتا اليدين إذا كانت اليد اليمنى إلى الأسفل فإن الميل هنا سالم أما إذا مسكت المستقيم باليد اليمنى واليسرى وكلاهما بنفس المستوى إذن الميل هنا يساوي صفر أما إذا كان المستقيم بهذا الشكل ولا نعلم أيها سنضع في الأعلى أو في الأسفل اليمنى أو اليسرى فإن الميل هنا غير معرف إذن هذه أنواع الميل التي تعرفنا عليها في هذا الدرس إذا الميل موجب أو يكون الميل سالب الميل يساوي صفر أو الميل غير معرف نستكمل نريد الآن إيجاد الإحداث إذا عرف الميل الآن النقاط موجودة لدينا والميل موجود لكن إحدى الإحداثيات غير موجودة كما في هذا المثال لدينا الآن النقطتين واحد وأربعة وسالب خمسة وراء نلاحظ أنه قد اختفى المسقط أو الإحداث الصادي هنا الميل يساوي واحد على ثلاثة هل نستطيع إيجاد الإحداث الصادي؟ لنرى العلاقة بينهما السابقة التي تعرفنا عليها ثم نبدأ بالتعويض الميل يساوي فرق الصادات على فرق السينات دائماً ابدأ بالنقطة التي يكون فيها المتغير أو المجهود الميل هنا يساوي واحد على ثلاثة إذن سنبدأ راء ناقص أربعة فرق الصادات على سالب خمسة ناقص واحد فرق السينات طبعاً يساوي الميل معروف قيمته لدينا في هذا السؤال إذن يساوي واحد على ثلاثة تساوي راء ناقص أربعة على سالب ستة نحاول إيجاد حاصل ضرب الطرفين بالوسطين نقوم بإجراء عملية الضرب واحد ضرب سالب ستة وثلاثة ضرب راء ناقص أربعة إذن تصبح بهذا الشكل نقوم بتوزيع عملية الضرب راء ثلاثة مرة نضربها في الراء ومرة في الأربعة ونحصل على الناتج ثلاثة راء ناقص 12 تساوي سالب ستة معادلة بمجهول واحد نستطيع إيجادها بإضافة 12 للطرفين تصبح ثلاثة راء تساوي هنا أضفنا موجب 12 للطرف الأيمن موجب 12 للطرف الأيسر إذن هنا يساوي صفر سالب 6 مع موجب 12 يساوي موجب 6 الآن بقسمة الطرفين على الثلاثة نحصل على أن راء تساوي 2 إذن استطعنا أن نحصل على الإحداث الصادي إذن النقطة عبارة عن سالب 5 و2 أوجدنا قيمة الإحداث المجهول إذن إذا أعطي الميل أعطيت النقطتان وأخفي أحد الإحداثيات نستطيع إيجادها عن طريق العلاقة المعروفة للميل نأخذ مثال من تحقق من فهمك على ذلك أوجد قيمة راء التي تجعل ميل المستقيم يساوي سالب 5 هنا هذا هو المستقيم المتغير راء موجود الإحداثي السيني لأحدى النقاط إذن نبدأ بكتابة القانون معدل التغير يساوي التغير في صاد على التغير في سين معدل التغير سالب 5 على 1 والتغير في صاد عبارة عن 6 بدأنا دائما النقطة 6 ناقص سالب 4 وسالب 2 ناقص راء فرق الصادات على فرق السينات طبعا هنا وضعنا المقام يساوي 1 لأن سالب 5 نستطيع جعل المقام لها يساوي 1 حتى نسهل عملية ضرب الطرفين بالوسطين إذن نجري عملية الضرب هنا سالب 5 ضرب راء سالب 2 ناقص راء 1 ضرب 6 زائد الأربعة وهي عبارة عن العشرة إذن نوزع عملية ضرب الأقواس سالب 5 ضرب سالب 2 عبارة عن عشرة وسالب 5 ضرب سالب راء موجب 5 راء تساوي 1 ضرب العشرة عشرة معادلة نستطيع حلها بمتغير 1 إذن عشرة زائد خمسة راء تساوي عشرة نطرح عشرة من الطرفين نحصل على خمسة راء تساوي صفر بقسمة الطرفين على الخمسة إذن راء تساوي صفر إذن أوجدنا الإحداثي المجهول بالتالي المستقيم يمر بالنقطة صفر وسالب 4 إذن نستطيع إيجاد قيمة الإحداثي المجهول باستخدام العلاقة التي تعرفنا عليها أو القانون الذي تعرفنا عليها أن الميل يساوي فرق الصادات على فرق السينات لا نريد حل هذا السؤال من تدريب على الاختبار إشترى ثروان حاسوب بقيمة 4000 ريال نرى ما هي المعطيات قيمة هذا الحاسوب 4000 ريال فإذا علمت أن سعره ينخفض بصورة ثابتة بعد سنتين أصبحت قيمته 2500 ما قيمة أو ما مقدار الانخفاض السنوي؟ يريد قيمة الانخفاض في السنة الواحدة إذن نقوم بإجراء عملية الطرح 4000 ناقص 2500 يساوي 1500 هذه قيمة التغير في السنتين نريد إيجاده بسنة واحدة إذن سنقوم بقسمة 1500 تقسيم اثنان فنحصل على 750 إذن الإجابة الصحيحة هي عبارة عن فقرة باء نقرأ جيدا السؤال نرى ما هو الرابط بين المعطيات الموجودة حتى نصل إلى الإجابة الصحيحة آخر سؤال لدينا اليوم ما احتمال ظهور العدد خمسة عند إلقاء مكعب أرقام مكعب الأرقام نعلم بأن أرقامه من واحد إلى ستة مرة واحدة إذن ستظهر الخمسة مرة واحدة من ست مرات حينما نجري عملية مكعب الأرقام إذن الإجابة الصحيحة هي عبارة عن فقرة دال لا ننسى حل تمارين الواجب من صفحة 81 لهذا الدرس كثرة التدريبات أو حل التمارين تثبت لدينا المعلومة التي قمنا باكتشافها تعلمنا اليوم على طريقة إيجاد الميل تعرفنا على الميل الموجب والسالب والصفر الميل غير المعرف أيضا كما أننا استطعنا إيجاد الإحداث المجهول إذا علم قيمة الميل بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم أتمنى أن تكونوا قد استفدتم جميعا أتطلع بشوق للقائكم في الحصة القادمة ترجمة نانسي قنقر